ألب بيكو كانوا عايزينها لقطة وشو وألبت بغم وفضيحة ده كان جزء من الفضايح الموجودة النهاردة على وسائل الإعلام الغربية بشأن قمة علاء عبد الفتاح المعروفة سابقا بقمة المناخ 27 الخبر سيطلع قدام حضراتكم من موقع عربي 21 ترجمة لتقرير النهاردة فينانشل تايمز البريطانية بتتكلم فيه عن مساوئ قمة المناخ ومساوئ هذا النظام ياريت نطلع الصورة على الشاشة لفينانشل تايمز بتسلط الضوء على الانتهاكات الحقوقية في مصر مش بس كده موقع جلوبال فويسز أيضا نشر تقرير مهم جدا النهاردة بيتكلم أن مصر بتواجه أزمة أو كارثة في حقوق الإنسان مع بداية قمة المناخ 27 مجلة الفورين بوليسي في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا نشرت هذا التقرير النهاردة بيتكلم على استهداف المعارضين أو النشطين في الخارج تفاصيل كتير أنا إشها مع ضيفي في الستوديو البرحب به عبد الرحمن فارس الناشط السياسي المصري أهلا بك عبد الرحمن أنا أسلم يا سلام وأتحاية ليكم أشكرا اليوم الرابع قمة المناخ تحولت فورا لقمة علاء عبد الفتاح شايف القمة إزاي لا هي من مبارح تحولت إلى قمة علاء عبد الفتاح يعني قدرت سناء سيف تعمل جلبة حقيقة في شرم الشيخ وشفنا الصورة الشهيرة دي صورة ما فيش أظن ما فيش رئيس الدولة ما فيه رئيس المصري يا بالفتاح السيسي هيخرج للإعلام هيبقى قدامه كل الكم من من أنا سمتها صورة العام هي أنا دي صورة للتاريخ في تقدير يعني أو الأحسن صورة في مصر وممكن للتاريخ وإنه ده بتجي بس رسالة إنه فيه أسرة أسرة بمعنى أسرة أم وبنتين قدروا يتحركوا في قضية زي قضية ابنهم وينقلوها لعالم كله ودي رسالة للناس اللي عندها معتقلين بذلك الناس اللي عندها معتقلين كمان مشاهير اللي معرفوش من 2013 حتى الآن يحركوا أي قضية أو حاجة بالحجم ده بأنه ناس هتقولك أصل دي عائلة مشهولة مش عائلة مش فكرة عائلة مشهورة فكرة الناس امتلكت الأدوات وعرفت تتحرك عليها وكان النتاج بتاعها هو الزخم اللي حصل فيه بصبور البريطاني فيه ناس كتير عندها جنسيات تانية يعني هي البصبور البريطاني نقطة قوة بس تقدر تعدد من كتير من أسر المعتقلين اللي عندهم جنسيات أخرى مختلفة طيب لما نتكلم على فكرة أنه فيه زخم كبير وبقت قمة على عبد الفتاح حيالة النهاردة فيه منحنة آخر للقمة وهو الهجوم على بريطانيا فيه هاشتاج على تويتر النهاردة اسمه كله لجان إلكترونية والنقطة التانية هي التضامن مع البطل القومي دلوقتي في مصر وهو عمر درويش النائب المصري تعملت له وقفة تضامنية في قمة المناخ ودي حاجة غريبة جدا وتعملت له وقفة كمان هنا في لندن وأمام عدد من السفرات شايف المشهد ده زيك؟ أنا بشوف المشهد ده في حتة واحدة أنه يا جماعة أنت وقت ما احتجتوا تعبروا عن شيء احتجاجي حتى بشكله الدولاتي والدولاجي لجأتوا إلى التظاهر اللي أنتوا منعين منه الناس طول الوقت على مدار التسع سنين اللي فاتوا والناس لما تطلب فتح المجال العام يعني أهو دي مظاهرة من حق الناس تظاهر وقد النظر بقى هما بيعبر بس أنت استخدمت الأدوات اللي بتعيب فيها على معرضيك طول الوقت اللي عملت لها حاجة اسمها قانون التظاهر اللي فيه ناس مسجونة يعني علاء في القضية اللي قبل ديت تسجن بسبب مظاهرة بسبب دعوة إلى مظاهرة تنظيم مظاهرة يعني أو بالمناسبة علاء مسجون بسببك ده حقيقي؟ لا لا يعني أنت ما هو أنا كتاب كنت كتبت بوست في 2019 بتكلم عن جريمة قتل في أحد السجون وكتبت اسم الزبط وكتبت اسم المعتقل حسام حامد في 2019 في أغسطس تقريبا 2019 أو سبتمبر وعلاء عمل شير للبوست ومكتوب عليه جريمة قتل ثانية في زنازيل التأديب بس دي الكلمتين اللي كتب بهم علاء عبد الفتاح لما تقبض عليه ووجهت ليه تهمة نشر أخبار كذبة عرفنا من المحامين من أسرته أنه البوست الوحيد أو يعني الإدانة الوحيدة المخروطة هو الشير للبوست فدي دولة أو نظام يعني جبان ونظام بحاولة نقل يعني طيب الصغير للدرجة أنه حاطت بوست بيحبس عليه واحد خمس سنين هو النظام مش بيتكلم على دي بس عبد الرحمن الحقيقة النظام بقى رحيسه في الحسين وقدره إعلامية كتير جدا وحتى عمر درويش نفسه لما وقف مع سناء تكلم وحتى نهادة بابو الأمصان لما كلمت سناء كله بتكلم على بوستات قديمة العلاء أنه هاجم الجيش هاجم الستات مصر عمل مش عارف كذا حرّت ضد العساكر أحمد موسي قال أنه خطف سلاح عسكري وهدده ومش عارف إيه وبالتالي هما بيحاولوا حتى بوابة الوطن النهاردة نشر بوستات قديمة العلاء وبدأوا يترجموها للغات أخرى للإنجلزية والفرنسية في الآخر إحنا أنت بتتكلم على حكم حكمة مش بتتكلم على كل الشؤول الإعلامي اللي هما بيحاولوا يعملوه عشان يداروا بيه الفضيحة بتاعتهم الحكم المحكمة قايم على شير البوست لا أكتر لا أقل وكل البوستات التانية اللي هما بيتكلموا عليها دي حتى تقدر يعني حتى موضوع موضوع الستات اللي تكلمت عليه نهادب والأمصان ده يعني الناس حتى الستات هجموا أنت لو عارف أنه هو بيعمل كده فأنت ليس كده طول الوقت ده ولا هو عشان أنت يتقلك اعملي كذا كذا بس حتى البوستات التانية تطريق أن تفهمها في السياقها التاريخي في وقت في ثورة وفي كذا ولم يقدم للمحاكمة عليها طب ما كان أسهل لهم يقدموا البوستات دي للمحاكمة وأسهل لهم أنهم ما يسجنوا على لكن عشان في تهمة في تأديري أو مش تهمة في جريمة حقيقية تم كشفها وعلى عدد الفتاح باعتباره شخص مشهور وكده شير وأشار إلى الجريمة دي أظم دي حاجة بذات كمان كفئس بزبط النظام ليه مستنفر قوي من قبل قمة المناخ بيومين ثلاثة حالة استنفار مش طبقية على الأرض في بلدان بره جوه مصر جوه القمة وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي يعني أي أي نظام جه بشكل غير ديمقراطي أو بشكل بذات بقى نظام نظام مصري جاي على خلفية الدم وهو شاف تجربة 2011 اللي هي طول الوقت مزعجة عبدالفتاح السيسي وكل مؤتمر أو كل ندوة يتكلم عنها أنه فيه جماهير خرجت للشارع فأي دعوات حتى لو كانت يعني خمس أنفار هيحضروا فيها هي ده شيء مزعج بالنسبة له لأنه الاحتجاجات أيام مبارك اللي أدت إلى ثورة يناير برضه كانت أيما على فكرة أفراد عشر هنا عشرين هنا خمسين هنا بلازل الشك لحد ما حصل فلو تفتح مع الوضع الاقتصادي ومع القمع والتديئات وارتفاع صارده إلى آخره ده يشكل تهديد حقيقي على ده سؤال مهم إيه اللي قال عبدالفتاح السيسي من كل الحالة اللي حصلها من وجود سنة في شرن من كل الرؤساء اللي قبلهم عن علاء من تفاعل السوش الميديا كلها من فضائح الجاردين وكل الصحف الغربية إيه اللي قال مبارك ما هو نفس الفكرة اللي حصلت مع مبارك بس كمان أنت في الآخر هو في القمة دي هو أحرج لأن القمة ديت وحتى ده كان عمر درويش حاول يعمله أو أنا برلماني مصري على أرض مصرية على أرض مصرية دون طالش أنت هنا في مكان خاص بالأول المتحدة أنت مصر بس هو ده تحت رعاية الأول المتحدة بشكل بشكل فده شيء مزعج لعبدالفتاح السيسي وللأسف المصريين هيدفعوا تمن القمة ديت إزاي من يعني أصلا كده كده اللي اعتقالات طوله أيام اللي فاتت ما توقفتش على كل على كل المستويات والفضيحة كبيرة وحرقة وأنه تبقى موجودة جنبك سناء أخت علاء اللي أنت حبسه وخطفه على بعد أمطار قليلة منك طول الوقت وبتقول اللي هي بتقوله وبتتكلم عن أخوها وبتقول للإعلام وكده وانت شقدر تعمل حاجة وأنا أظن ده كان جزء حتى من صدمة عمر النائب ده المطرود لما وقف الأول هو وفتكر إنه لا حبيبي ده مش أمن الدولة اللي بيحميك في مؤتمرات الشباب أو الحاجة وده جزء من الخض هو ما استوعبش على لما استوعب كان لقى نفسه بره كان لقى نفسه بره طيب بالمناسبة عمر درويش الوقت بيصنع منه إنه بطل يعني كل المواقع الإخبارية بتتكلم وعملت مع إنترفيوهات النهاردة وهو قال مصر بخير أنا معرفش الحقيقة إيه علاقة إنه مصر بخير باللي حصل مبارح لكن صناعة إنه عمر ده هو البطل اللي وقف في وش سناء سيف شايف هزيه لا ده برضو من فكرة النقص اللي عند النظام معرفش يصدر حد يعني هو مش بس عمر درويش بالمناسبة في اسمه بتاع سعيد عبد الحافظ ونيهاد أبو الأمصان وفي آخرين حاوله بس هو ده ضرهم يعني هو ده اللي جايين علشان يعملوا إنه يحاولوا يعملوا شاو شاو فهو ما لقووش حاجة يعملوا فالكاميرات لقطت الفيديو ده فقالوا لك لا وطنيتنا ومصريتنا أنا عايز نروح لنيهاد أبو الأمصان إنه في حرية تعبير سناء قمعتها والناس اللي في الندوة قمعوها وقالت جزء غريب جدا قالت إن الندوة ساعتين وربع اتكلموا ساعتين وصابوا ربع ساعة للأوديينس وده شيء غريب جدا عمر درويش عمل نفس القصة في أحد اللي جانب الإلكترونية الصاعدة بقوة على فيسبوك اتكلم عن نفس القصة إنه بتوع حرية التعبير قمعوا عمر درويش وقمعوا نهاد بالأمصان أنا بس عايزة أمسك في الحتة دي هي الحتة الأصيلة في الموضوع زي ما نتركه في أول اللقاء أنه لما حبوا يوصلوا رسالة احتجاج راحوا للتظاهر لما حبوا يتكلموا عن فضيحة قالوا حرية الرأي والتعبير اللي آلاف المصريين بيطلبوا بيها فأنت بتطالب بحقك في الحرية في إبداء الرأي في حرية إبداء الرأي والتعبير افرج عن عبد الفتاح اللي هو كل جارمته في النهاية نواش عمل شيرلي بوست عن ألاف المصريين الآخرين اللي كتير منهم نزلوا يتظاهروا أو كتبوا كلام فهي الدولة النظام وأدواته عارفين أن الحاجة مش هتمشي غير كده وهو لما تزنق لجاء لها كده أما فيما يخص مدام نهاد زي ما كتب أحد المشاطاء على فيسبوك أن في ناس اتقال لها الله يرحم أبوكي أحمد سيف الإسلام وناس قال لها أنت مرات حافظة أبو سعدة اللي راح للسجون في تفتيش مع لجنة حول الإنسان وقال لهم السجون كويسة والرز كويس والحاجات كويسة طيب لما نتكلم على فكرة أنه لا يا جماعة الناس اللي في الندوة قمعونا ما دوناش فرصة نتكلم يعني أنت في لندن هي الندوات اللي زي كده مفهود أنها open discussion مفتوحة مع الجمهور ولا مفهود أن فيه panelist بيقعدوا يتكلم في وقت حتى ده بان مبارح مع عمر درويش لما سناء حاولت تديل الفرصة وخد الفرصة حاولي أربع دقائق يتكلم لو سمحت يديني السؤال ده مش ده مش سناء ده الcoordinated ده هي كمان هي لو سمحت يديني السؤال قلت له مسيبو يتكلم يديني السؤال قاعد برضو يتكلم ما تداش السؤال فهنا مش هفضل بديك الوقت طول الوقت أنه تفضل مسك المائك تقول اللي أنت عايزه وما سألش وطول الوقت الندوات بيقى فيه ضيوف ومتحدثين رئيسيين وبيتفتح الوقت شوية ده الأسئلة ده مالوش أي علاقة بالقمع أنا بس تاني بحاول أنه لو فيه أي حد من السلطة دي بيسمع يا جماعة أنتو تاني لما حاولت تتعبروا عن غضبك في وسط العالم اللي بجدت لجأتوا للتظاهر ولجأتوا للحديث عن حرورية الرأي والتعبير طيب سامح شكري الحقيقة عمل مقابلتين مهمين جدا مع سين بي سي ومع سين أنبارح مع بيكي أندرسون الرجل كلامه مش عايز أقول منطقي أو مقنع بس هو عارف يرد عبد الرحمن عمر درويش ونهادة أبو الأمصان وحسين عبد الحافظ الحياة مش عارفين يقولو كلمتين على بعض يعني هل النظام عندوش ناس تشارك في مؤتمر زي ده تعرف توجه سؤالين بالإنجليزي هو ده عامل زي الفرق ما بين برضو عمر أديب وإحمد نوسى ونشقة الديهي يعني كل حاجة وليه هستخدامها بدرجة من الدرجات في الآخر ده وزير خارجية في النهاية فهو مدرب ازاي يعرف بس في النهاية دولة كاملة محتشدة بتكذب وزير خارجية كذب في موضوع الجنسية بتاعة علاء ومسدقوا يلاقوا حاجة زي الموقف بتاع عمر دارويش ده الإعلام من المبارح المصر بيتكلم عنه هو ده طيب في شخص ثاني الحياة أعتقد مهم انحنا نتوقف عنده لأنه هو بيقدم نفسه على انه رعي حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة والأمور بتقلب معاشوها بمن يعني وهو طرق العوضي عضو لجنة العفو الرئيسي الراجل المبارح كان بيتكلم انه فيه أخبار مفرحة وبعدين فجأة قال انه خلاص قفلوا الموضوع الموضوع قفلوا الحماقة عاية من يدويها ومش عارف ايه فكرة التعامل مع حول الإنسان أو الإفراج عن حد انها منه وفضل انت شايفها ازاي الاول في المساحة دي حابب اقول ولو عن واحد من المؤتقلين ده شيء يعني حد شقدر يختلف عليه ويقول فيه تلتة كامل لانه انقاذ روح بني آدم ده عمل عظيم جدا الحاجة التانية وبغض النظر عن الأسماء بس هو فيه طول الوقت فيما هو مرتبط باللجان لجنة العفو الحوار الوطني ومش عارف مجلس ايه كذا يعني الى آخره طول الوقت هي فيه عملها فيه شكل مظهري فيه شو أكتر يعني أول مبارح لما منظمة العفو الدولية تطلع تقرير تقول انه على مدار الست الشهور اللي فاتوا أفرج عن حوالي ستمية وشوية من المساجين واتقد حوالي الف وخمسمية وشوية ففين هنا اللي بتعمله يعني بتعمله لجنة العفو بشكل حي وكلنا عارفين انه في الآخر دي مجرد أدالة التوصيل يعني هو لا مفيش حد يملك من أمره شيء في الموضوع وانه يا جماعة يعني بنشوف اللي بيحصل و قمة المناخ دي كانت اختبار حقيقي لكل وأي حد من قلب النظام ده انه لما لما العالم بيبقى حاضر ويبتبقى الصحافة حاضرة وشوفنا حتى الضغوط اللي هي البسيطة زي بتاعت انه الصحفين مش عارفين ينشروا مواقع محبوب مواقع مؤسساتهم محجوب مواقع محجوب بعد شوية تفكت تشتكوا من الاتصالات واتساب وبعد شوية تفك الحال صحيح فهو ده اللي حصل دلوقتي وبعد شوية دي أدوات بكرة ما شوفي فيش لجنة عفو خلص هتبقى فين يا فلان أو يا علان ولا أي حاجة هتاخد دعنات الناس بس سؤالي الأخير تتوقع عبدالفتاح سيسيب حكم يعني متابعتك للراضل هيفرج عن علاء وهيرضخ لهذه الضغوط أنا أتمنى بس يعني ما أظنش أنه ده هيحصل بسهولة إنه مجروح عبدالفتاح سيسي جرح بشكل عميق فيه بنت صغيرة جراحته بشكل عميق مش جراحته بس جراحته هو ونظامه بشكل بشكل كبير ومش بس كده في عز يعني ما بيتكلم عن استقبال مصري للعالم وإنه وشوفت اللجان وتقول لك الطيارات جات بنت مجرد أول ما وصلت خلت الأضواء والكاميرات وجرحته بشكل حقيقي واللقطة مبارح أعتقد أنها من أعظم اللقطات يعني اللي حصلت من فترة طويلة أشكرك شكرا جزيلا عبدالرحمن فارس النشط السياسي المصري كنت ضايفي في الستوديو بعد الفصل الحياة بنتكلم معكم عن ما رأيك في قمة المناخ اشتب على المناخ وكتب مكانها على عبدالفتاح